الروضة الشريفة يا باب روضته إذا فتحت لنا وكأن الجنات تفتح للدخول ما بين منباره الكريم وبيته الروضة الغناء تزو بالسدول في وسط المسجد نبو الشريف تقوم بجنة الله في الأرض التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبار روضة من رياض الجنة ذلك المكان الذي شهد صلاة المصطفى صلى الله عليه وسلم رقوع وسجود وخطب في الناس ومقابلة الوفود جاء في فضل الروضة الشريفة وبيان منزلتها قولي صلى الله عليه وسلم ما بين بيت ومنبار روضة من رياض الجنة وفسر العلماء هذا الحديث على ثلاثة أقوال القول الأول أي كروضة من رياض الجنة في حصول السعادة ونزول الرحمة وذلك بملازمة العبادة فيها والثاني أن العبادة فيها طريق موصول لدخول الجنة أما السالس النازل بقعة بعينها هي جزء من الجنة وستنتقل يوم القيامة إليها وتقع الروضة الشريفة غرب الحجرة النبوية مباشرة وتمتد إلى المنبر تبلغ مساحتها 330 متر مربع وتبلغ أبعدها 22 متر مربع